مباشر ساعة خمسة مساء الخير مشاهدينا من خلال هذه الحلقة اليوم مفروض تكون مختصرة بسبب النقل المباشر للكلمة التي سيلقيها لمن العام لحزب الله سيد حسن نصر الله لمناسبة 30 سنة على المنار أكيد من عيد كل الزملاء بمرور هلس سنوات الثلاثين وإلى المزيد من النجاح والمهنية بصرني أنه رحب بضيفي دكتور محمود جباعي وهو الباحث والخبيل الاقتصادي مساء الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور يعني وقت اليوم الحلقة صدر التعميم المنتظر من مصرف لبنان مبعث إذا رح يكون هذا التعميم المنتظر إيجابا أم سيكون مخيبا للأمال وتدعية ونعكساته السلبية مش انهيك ما انترك لك المجال لقراءة موسعة ومفصلة عن هذا بالبداية تحية لحبتك ولجميع المشاهدين وأكيد من عيد كمان كرنانات المنار وبناسبة مرور 30 عام على تأسيسه للأسف كان الشعب عم ينتظر تعميم لمصرف لبنان يعيد جزء من حقوق المسلوبة بالمصارف وبعد المبادرة اللي كنا عم نسمع على حاكم مصرف لبنان بالفترة اللي ماضي انه حيرجع خمسين ألف دولار للمودعين وحتاخد بعض المودعين حقوقهم فقالنا خير كخبراء او كباحثين اقتصاديين انه هذا الشيء قد يعيد الثقة من جديد للكطاع المصرفي من ناحية اقتصادية ويكون بداية عودة حقوق المودعين بشكل طبيعي وصدرت القرارات ثم ألغاء قهارة التلف وتسعمائية ومجل الشورى الدولي ومن ثم رد جمعية المصارف على مصرف لبنان ومن ثم هيدا اللعب اللي لعبوها على الشعب لعبة ترويد واضح وممنهج لحتى يفيد ترويد واضح وممنهج لحتى يتمرر هيدا التعميم للأسف الشديد تبناها الكابيتال كونترول يعني السياسة المالية بالبلد ونواب الأمة المسؤولين عن السياسة المالية ورجنة المال والموازنة متفقين متفقين مع حاكم مصرف المنان بالتأكيد لحتى يمرروا هيدا اقرار او هيدا التعميم الجائر هلعبوا ليش هو تعميم جائر بحق الأغلبية الأعظمة من المودعين اللدنانيين رح نفصل ليش جائر وليش لا ولكن هون مرح امره قبل ما علعها الموضوع يعني هي السلسلة مرتبطة اللي صار ليس صدفة اقرار لجنة المال والموازنة قانون الكابيتال كونترول واحيلته على الجلسة العامة بعد ما كانت مرفوض كليا خاصة من النواب وحتى من رئيس المجلس لنكون واضحين بهيدا الموضوع عن الكابيتال كونترول مسألة مجلس شورى والقرار القضاء اللي صدر هيدا كله مرتبط ببعضه لنوصل للقرار الاخير او التعميم الاخير هيك اصدق خليني فصل شغلة اساسية بتأكيد الامين كان مع الكابيتال كونترول مين كان معه وهيدا امر اخر وبحف اخر وبالسياسة الابنينية على الطريقة الابنينية ما بتعرف مين معه اخربة ساعة ما بتعرف هي احكي اقتصاد وشي عملي وشي تيكوني بالمنطق الطبيعي لما كان الكابيتال كونترول محارب وما رح يمشي على اساس لان المصارف ما كانوا موفين عليه وجمعية المصارف اللي اني حاكمين لبنان اقتصاديا وفعليا بكل بساطة ما كانوا موفين عايدة كابيتال كونترول فكان لانو ومعظم نواب الامة ومعظم النواب اللي هني اصلا من جهة المال والموازن هني تبعين لها جمعية المصارف كان الامر مرفوض مجرب جمعية المصارف وفأت على تعميم حاكم مصر في لبنان بعد ما كانت من الاول عم ترفوض واللي بضحك قال شو قاله قال نحن رضينا عليه قبل ما نقرأ التعميم هذا امر مضحك للأسف وهذا امر ما بيمرو على الشعب اللبناني بعد خلص سيدي الحيال وقال انه كان في محاولة اخذ وشد ومد وغذر لحتى يقنعوا على المواطن يعني في شروط بشي شروط بيناتهم عشان يقنعوا على المواطن اللبناني انه اللي صار هو افضل الحل ويقنعوا على المواطن اللبناني ضمن سياسة الترويد اللي بيعتمدوها بشكل ممنهج انه بلغي لك 3900 بيعطيك على الف وخمسين لا قس للعالم خافة العالم بعد شوية تعميم بيعطيك 400 دولار و400 عالم انبسطت 12 ألف ايه بالضبط عملوا هيدا البروبغاندا اللي بيعملوها اللي هي اصلا سلسلة متسلسلة من هيدا السلطة المافوية والشغل المافيوي اللي بيتعايعوا تماما بقطاعها المصرفة بالاحتيال على الموضعين اللبنانيين وهذا الحقون هفصل هلأ بالتفصيل ليش أنا عم بنتهد هذا التعميم بداية دايما عم من نادي الحل الأساسي الاقتصاد اللبناني يبدأ بعادة الثقة في الكطاع المصرفي الكطاع المصرفي في اللبناني هو شريان حيوي الاقتصاد اللبنان طب يا وكننا كلنا نفتخر فيه ولعادة هذه الثقة نحن بحاجة لخطوات عملية تبدأ بالعدالة المالية والنقضية بحق المودعين ومن عامل مودع بسمنة ومودع بزات على الطريق اللي هرّب مصرياتهم لبرة وما كان يحط علىهم كابيتال كونترول وقته واللي نفذين سياسيا واللي عندهم علاءات مع المصارف عملوا ضغط على مصرف لبنان وعلى المصارف حتى مقول هو بس نشريك معهم لا كمان فيه ضغطات قدروا يحاول مبلغ لا يقل عن 16-17 مليار دولار طوروا من احتياط المصارف اللبنانية ومصرف لبنان وتهربوا لبرة هيدا أول شيء استنسابي وهيدا ناس أخذت مصرياتها لبرة وما سأرهم حاكم مصري في لبنان وقتها هل هم كانوا لبنان وحاولتوهم دولار ولا كانوا دولار فمنهم بنقنت لأول نقطة اللي هو بيجي بقول اللي هو اللي حول مصرياته بعد 31-10 بالدولار مش محسوب بدون هيدا التعميم فقط اللي كان معه دولار قبل هيدا التاريخ يعني هو عم يبنم فعليا تاريخ الثورة ثورة 17-20 وقتها سكرت لبنوك وقتها سكرت لبنوك وقتها أعتبر أنه 17-20 هي مفصل سياسي ونقدي ومالي وهيدا أمر أصلا غير مشروع بالقانون اللبناني أن ليه بدأت من ذلك حدث هو معيار لحتى أفصل من أمواله حقيقية ومن أمواله بيش حقيقية وعلما أنه بالفترة اللي سبات 17-20 في العديد من القوى السياسية كان عندها فكرة من أيلول كان عندها فكرة أنه حيكون فيه مشاكل مالية ونقدي والناس بغين تعارفة وراح تحورت من سيادة بالبنوك من لبناني لدولار وأصلا والكتلة النقدي تحورت بالزبط خفت كثير بالليل للدولار بوقتها وسحبون وحولون لبرة هو دي حاكم مصرف ما شفتنها ما شفوا وجميلة المصارف ما شفتن بشيك هو دي بيحقلن هون عم بيحكي فيه موضعين بسنة موضعين بزيب بكي شانس هيدا بالشانس هيدا معلومات أو إنسايد انفو أبدا ما بصير بالمال بالمال وبالنائد ما في شي اسمه شانس فيه شي اسمه معلومات تقدمت لهؤد الناس اللي بيهرر ب20 مليون دولار عفوا اللي بيحول 20 مليون دولار وبيحولهم للخارج منا صدفة قبله بأربع خمسة شهور من أزمة الدولار بلدنان بالنهاية دي عمر محصوم فيه كتل بالبلد كانت عارفة شو دي يصير المسؤول عن الملف المالي والنقدي بالبلد كان عارف شو دي يصير واستفيد الجهات معينة الآن بيجي حاكم مصر في الدولار بيقول رغم كل هيدا المصدومية ورغم كل هيدا الظلم للمودعين واحتجاز أولينهم بالمصارف وعدم حصولهم على حقهم وزلهم أمام المصارف وبحياتهم بعد انهيار سعر سعر في الدولار جاي في الصلة الأنوي إلي في دولار بسمنة لناس ودولار بزيت الدولار قبل بواحدة وثلاثين عشرة هو دولار ما اعترف فيه بالتعميم واللي بواحد 11 مش ما اعترف فيه بالتعميم هيدا اسمه هرتقة قانونية وهرتقة نقدية بالقانون ما بيحق إليه يعمل هذا الأمر انت كبانك وفقت مع المحول ان يحول دولار من اليير على دولار وجمدهم بالحد الأدنى لمدة سنة وسنة ونص وسنتين والناس وفقت معك على قوانينك مثل لبدك وسفر فايدة لغت الفايدة كليا وفقوا معكم انت بالنهاية انت كمصر في لبنان أصلا مصر ما بيقدر يحول من لبنان للدولار بنا نحصل على اهتمام مالي من مصر في لبنان هني بينطروا العملية تمروا اول شيء في مصر في لبنان اللي يجل اوكي برجع بتحول كل واحد تحول مئة دولار من لبنان للدولار مصر في لبنان كما هو خبر فيها وتحولت الآن جنا نعمل هيدا الطريقة الاستنسبية بالطالة تاني لا أقول ليش هاشترح ليش وليش عامل هيك هو بالنهاية بس قبل ليش يعني اللي عام محول من اللبنان للدولار يعني اليوم يسحب على الالف وخمسة وليس غير على تلتة الف وتسعمية تلتة الف وتسعمية لا رجع 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 رنية هوا بعملوا البروباقاندا ورطلع انه عامل اجتماع مع فخامة رئيسة الجمهورية وخرج حاكم مصر في لبنان علينا بطلالة الحلوة اموال المودعين بخير وهي مطارة موجودة مع المصارف ونحن رح نرجعها وعن بيكذب على العالم كيف هترجع حضرتك ان انا هعطيكم خمسين الف دولار كيف هن عامل السنسبية الاولى السنسبية الاولى انه لغى او حوالي خمسمائة الف حساب لان امر طبيعي لما بلت عند انهار عملت النقدي طبيعي تروح الناس على المصارف تحول من لبنان لدولار وانت لش وفاة معهم جميلتهم مصرياتهم اذا بالقانون انت ما بيحقلك اصلا تستسنيهم لهذا الامر والكل اللي عم يسمعني من كل اللبنانيين اللي هن اموانهم تحورت من ليلة لدولار هن حقهم يكون سامن دولار ما في دولار قبل ودولار بعد هن بالقانون بيحقلهم وبعرف انه حيعانوا مع السلطة القضائية يمكن بالبلد وبعرف انه ما حدا يمكن يهتم ولكن يجب مرفوع الصوت انه هيدا اسمه صراع انت عم بتصارع سلطة فيزدي عم تاخد لك حقك بلش هذا التعميم هو بداية المعركة بين الموضعين اصحاب الحق وبين حاكم مصر في لبنان والمصارف في كل بساطة وشفافية ومدوم ما نتخبى براه اصبعنا انتوا جماعة اخدتونا مصرياتنا نهبتونا حقوقنا عم بتكملوا بفسادكن وسرقتكن على حسابنا طفيتوا خسائر الدولة والفيزدين لما اعتطونا عتلة تلاف وتسعمية ودلال بره بعشرة وب11 وب12 بهركات 70 وب80 خفتوا الكتلة اللي انسرقت رفضتوا التديل الجنائي المالي الشفاف اللي بيكشفكن وبين مين هرب مصرياته ومين سرق المصاري ومين سرق الخزينة ومين دفعتوا الخسائر فقط لمين للمواطن اللبناني لما علايتوا سعر صرف الدولار بالسوء لأضعاف مضاعفي ونهار قدرة الشرائية تضخم مالي وصل للتالب بالعالم وخربتوا بيت المودع لما حجستوا عن مصرياته بالمصرف وما كنت تعطوا إيهم ومتعطوا مصروف وأصلا راحت قيمة المصاري كبيرا بين الناحية الاقتصادية كاستثمار صارت مصروف يومي وشهري حولتوا المواطن اللبناني كان الراضي ولكن موصل لمرحلة شو عم بيصير هلأ عم تعمل الاستنسبية حضرة حاكم مصرف لبنان تجي بتقلي قبل واحدة وكتين عشرة أنا راح لك شو الحال أولا بالبداية بالبداية الأولى بدي كامل بس فكرتي هو همه مش إنه فيه بالتعميم بقول حتى لو كم معك أنت ببلغ ميتين ألف دولار بيحقلك تقيمة عجلة بس خمسين ألف دولار ليفوضوا دومن هذا التعميم فقط خمسين ألف دولار يقصطوا على خمس سنوات تقريبا بالسنة تقريبا عشر تلاف نصف خمسة وعشرين ألف دولار خمسة وعشرين على سعر منصة سعر فليالها 12 ألف ولكن مقصطين على خمس سنوات واحدة وخمسين ألف ما فيك تستفيد إذا أنت بيك ميت ألف دولار تقريبا خمسين ألف دولار بيستفيد يعني بتقيمة خمسين بتحطيهم بهذا الحساب الخمسين البقاء بتخطيهم على 3,900 ولكن إذا أنت قبلت تأخذ هذا التعميم ما في حالك تسحب على 3,900 بالمقابل يعني حتى أنت بتغيب تختار هذي يعني الكابتر الكنترول ما ممزبوط الكابتر الكنترول لأنني أرى بديو صلى لعشرين مليون السحب الشهري إذا لم يمزبوط لما هالتعميم خمسين ألف بينتقد كيف ينتقدو لما يسمح لك تحويل شهري تقبضي 400 دولار فريش و400 على سعر منصة السعر في بالمقابل ما فيك بعد تستفيد من تعميم مرة مية وواحدة وخمسين يعني الثلاثة تقبضنا ألف وخمسة بتصير بالمقابل يعني هي زيتا طبعا إذا بتجمع عن كلهم الحسابات الكبيرة هي زيتا بيضلوا نفس الشي هذي طريقة إني شو عملوا بس أعدوا هالعباكرة المافيا اللي عنا أعدوا اجتمعوا بين بعض وعملوا الخطة أوش جميع المصارف ما كانت فيك تفهميتوا غرض يمكن لحاك المصر في لبنان فكرتوا بديشغل لمسطحة المودعين بعدها لما طلعب بتعميم بسط قالت له ايه اوكي لا مقحة وأنا موافقة رحنا عشان مسطحة الناس بشي يكسر ما بحجب بغاية طلعوا صار يقول لا ببساطة قالوا أول شي هنرفض ونفض دولارات مهمنا نجيبهم بعد نص ساعة لما شرحتهم الآلية كيف هي وفهموها درتهم الفكرة أنه هي زيتا ونحن يدفع شي زياد ونفس المبلغ يأسمون من هنا ويجبون من هنا ويشي يكو أولي استنسبية قالوا قيل احنا معه حق الناس صارت هلا مقدسة وقال آخر يا حرام ومدي مشهولنا أمورنا أولا فشرحنا لأساد المشاهدين استنسبية بالقرار اثنين لش حدث حاكم مصر في اثنين لمودع بالليرة لأنت سبب الأساسي أنه خلنا مصرية بالليرة تطلع على التلفزيان تقول الليرة بخير لش فيه بالليرة استرارنا النقدية سيبت عارف حسي في أزمها طبعا حاكم مصر في المن ما بيعرف شو بده يصير لا أكيد ما فيش اسمه بركي لقيتلك قبل شيء ما في صدفة مالية ولا صدفة نقدية ده نظلنا هيك حافظين فيه أمور ممنهجية فيه سياسات مؤتمنة لعمر 30 سنة مش مبارح كان هو حاكم مصر في ابنان ساروس فوق العشرين سنة حكومات عقوب من الزمن يعني تم يعني نغش المواطن وقتان عطالوا هل أدف سيدة عالي باللبنان احتيال على المواطن بالضبط المصارف احتالت على المواطن مصر في لبنان أخذ المصاري واحتال على المصاري فيمكن وأخذ منه واطاهم فوائد محددة والدولة بتمويل من مصر في لبنان بعض السياسيين مولوا هيدا المال لسياسات مالية خاطئة ونقدية واقتصادية راح أنه هدروا فساد وسرقات مطلقة كانت بكل الأمان اللي بيقولك في لبنان ما في فساد كنا عم تضحك عليك بكل الوزرات وكل الكطار مين بيقول وانا عند غيري عند الكل والحلو أنه الكل بيقوله في فساد ويجب الاقتصاص منه بس مين اللي بدي يقتص منه هلا أنا ويجيك هون فينا نسلم بس صرفي عنا حقيقي قضاء حقيقي نعرف مين اللي عمل فالمهم الفكرة الفكرة الأساسية أنه هيدا القرار استنسابي حتى اللي معه دولار ما عم يخد كل مصريات ما يطمن يعني هو عم رفع سرية مصرفية وعم مضيعة وراء عم بيقوله أنت بس لحد الـ 50 ألف دولار لو شاء الله بيكون معك 10 مليون دولار بيقولك بس 50 ألف وعلى 5 سنين شو ما نتا هو بي المصاري وين أيمتا وكيف منرجعهم وأنت منرجعهم ها أول نقطة حتى المستفدين من هذا القرار هن فعاليا بيشوا مستفدين شرحت كيف يخدوهم من هون حطوا منع 3,900 رجعهم للألف وخمسة أعطانهم يون عن 12 ألف سيبيهم نفس النسبة تقريبا كنسبة وتناسب هو هدف وانا برأي بهذا القرار تسكير عدد كبير من الحسابات الصغيرة لهم يبصر بين 10 لـ 5 ألف اللي صار بكل التعاميم سيبقى عم بيتكفى للحسادات الأكبر شوي تتذكر وقتها ضوبله 5 مليون و3 مليون ورجعنا 3,900 اليوم صرنا بالأكبر شوي هلا الفكرة شو عم بيحاول يعمل جاي انتخابات التنابية بعد سنة تعميم بالسنة هيدو أبربنج للشعب لحتى يسقط دعم عم ينرفع شوي شوي أزمي ببنزين ومحروقات غلع معيشة مش طبيعي تضخم مالي واصل قريب للنمزج الفنزويل اللي صار اللي بني عم تخان أوخي وعتنكب بنزين وعالبة حليب وعالة دواء ووضع مذري جدا فإجا اللي هو يعراب السياسيين بالبلد وعراب الفساب بالبلد إجا قال لهم لا نحن نعمل هيدا التعميم ونمشي هيدا التعميم لحتى نسكت مجموعة من الليبنانيين بـ 400 دولار شهرية أدين نسبتهم هدي هو اللي بيعملوا مشاكل بالشارع واللي بنزلوا بتظاهروا عم بقضيهم 400 دولار عم سكتهم عشان مرد مرحلي عم بياخدون من حسابهم وهيدا الشي البعض بيقول أنه يمكن ضخ الدولارات بالسوق لأنه اللي رح يخدهم المودع الصغير 400 دولار رح يكون مصروفه صح؟ صح هو رح ينزل يصرفهم هو عمعتي هو عمعتي ناس مصروفة إذا صرفها هالشي ما بيعمل ارتداد إيجابي على سعر الصار في الدولار كان بيعمل ارتداد إيجابي لو كانت الكمية النأدية أكبر وما كان عمعتي بالليرة بالمقابلة على 12 ألف حيغرق السوق ب27 تريليون دولار عفوا 27 تريليون ليرة 27 ألف ليرة يلات دولار يلات بيغرق السوق 27 تريليون دولار عفوا دمن تعميم وقال 27 ألف مليار حيتغرق السوق فبالتالي شو استفدنا ما كتل النأدية بالليرة هم تضل أكتر من كتل النأدية بالدولار تضخم هو الدولار رايح فوق أنا بالنسبة لي بهذه الطريقة وصل إلى 20 ألف دولار بكل ريحة بيش عمخوف ولا عم نقز وحكي حكيته قبل وسبق كنت قلت كنت عند حضرتكم مع الزميلة ريمة حمدان وقالت لك أن دولار وقت بستة وصل للخمستاش بناء على تعميم تعميم 154 وقتها لطلب من المصارف تجيب دولار وجبتهم من السوق ولا أبلك بهذا التعميم للا رايحة العشرين ألف بكل بساطة بكل شفافية بالنسب وتناسب وأحصارات اقتصادية ودراسات السوق بهذه الطريقة هذا منه تعميم صحيح هذا تعميم خاطئ فإذن اتفقنا أول خطوة أنه فيه استنسبية بأعطاء الناس المودع بالليرة اللي انظلم واللي وثق بحاكم مصرف لبنان ووثق بالسياسيين اللبنانيين لما قالوا له ليرة بخير هذا المتقاعد اللي أخذ أخذ تعويضه أو هيدا المواطن الفقير اللي صمت كان ليرة ولا حد قيمتهم بالنهاية وخسرهم ما حدا تطلع فيه ولا حدا قالوا بينك ولا عم بفكر فيهم أساسا اللي حول بعد 17-20 يعني بعد بعد هيدا النقطة لما سكرت المصارف أسبوعين ووجهك كمرت أمر طبيعي صار فيه أزمين طوفاء 8 ما عم يترفلهم فيهم كدولارات عم يسميهم لولار فعليا صاروا على 3,900 بينهم تاخدون هيدا السنسبية واضحة إذن من هور نقطتين بالبداية بيأكد أنه هذا التعميم هو احتيال جديد على المودعين وعلى أموال المودعين وهو ما بيحل واحد بالمئة من أزمة المودعين إلا اللهم بالتأكيد نحن مع اللي هن عندهم دخل أو عندهم أرقام صغيرة يستفيدوا كمجموعة ولكن هيدا هو حل الاتصاد اللبناني وحل الطبقة الوسطى بس أنه وزيفة مصرف لبنان يعمل حل الاقتصاد في حكومة بالسياسة النقدي يعني بالنهاية السياسة ممتاز ما مش الحكومة جيد جيد ودائما كان ينقال هي سياسة الحكومة كان ينفذها مصرف المركزي وليس العكس لا أخينا نكون واضحين أنا حتى أكون واضح ويكون شفاف أنا ما بحمل مصرف لبنان وانتبعي أنا ما قالي بالشخصي أبدا مع سعادة حاكم مصرف لبنان لأنه تمامين فهم ولا ما حتى تمامين فهم أنا عم بحكي على المركز على شخصي لا 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 أنا على مركز الحاكم وعلى مصرف لبنان وعلى المصارف ولا على أي شخص منهم كلهم يؤمنون احترام كشخص كأشخاص ولكن كوضع مركز وراكز حقي أنا كمواطن لبناني وجه السهام واسأل طيب أنا ما بحمل لمصرف لبنان السياسات الاقتصادية ولا السياسات المالية ولكني بالتأكيد بحمله السياسات النقضية لأن مصرف لبنان هو المسؤول عن سلامة النقض اللبناني هو مسؤول عن ودائع اللبنانيين بالمصارف هو المسؤول عن حمايتها من أي مخاطر قد تتعرض لها هذا بند موجود بالقانون اللبناني وبالدستور اللبناني الودائع أخفت أنا لم أخصني كيف أخفت من موضوع من ومن أعطمين أنا كمواطن حطب مصيرتي بعيدة البنك عليتي مع عيد البنك أنت رحت اشترات فيهم إشياء رحت ديانتهم للدولة رحت سرقتهم هذا موضوع آخر أنا علي كمودع أو دعت أموالي ببنك معين أعرف وين راحوا بالضبط أنا أريدتك إيهم مقابل على اتفاق أنا وياك واحد اثنان ثلاثة إما جمدتهم لسنة أو اثنان ثلاثة بأرباح مشتلقي واحد اثنان ثلاثة القانون بيحتمد الأمر تفضل أنا بدي وداعي أنا ما يلي علاقة إذا كان عندنا حرامية بالبلد وفيزدين سرقوهن وما يلي علاقة إذا أنت حاكم مصير في لبنان كان عندك أربعين مليار دولار باعترافاتك أول الأزمة صاروا خمستاش صرفت منهم سبعة على الدعم طيرش 23 مليار باش معروف كيف بيحس ببسيطة إذا حربنا السبعة والخمستاش ما من حكى بيهدر ثلاثة ونوص هو فيه 17 مليار أنا مشيفهم بشواطحين أنا فيه 17 ليه مشواطحين أبدا بحسبهم ببساطة بشواطحين وين راحوا هو تهربوا لبرا أيها ثلاثة ونوص كيف ثلاثة ونوص وإنه كانوا 40 مليار كانوا 40 مليار صاروا خمستاش صرفنا سبعة على الدعم كل الدعم صرفنا سبعة هو 22 قديش بيصيروا في 18 مليار تقريبا وينهم خليكم بعفاء لا خمسة مليار مش إن هيك التدقية الجنائية هو ضرورة طبعا هو الأساس لمعرفة كل الحقيقة هو لش ما نصف لدنين ما كان يجيوب على الأسئلة تاعة الشركات المتدينة الجنائية إنه هو شو بدي يجيوبهم بدي يجيوبهم بدي يجيوبهم بدي ينهرب المسائل لبرا لش ما راحل القاضي غادعون عند الشركات المالية صار في حملة ألمية كبيرة لأنه بلنا هذا الشيء سيكشف والذين لازم يكشف نحن ما نعرف حقنا يمكن مش إننا المسؤولين من المسؤول لازم نعرف نحن من هرأ أمويل لبرا نعرف الأفضية ضمن الأسئلة تلي مواطن لبناني أخرج أمويل لبرا بيلك بالطبيعة طبيعية ولكن ضمن اقتصاد للأزمة وضمن أزمة اقتصادية صارت وضمن المشاكل الاقتصادية ما بحدها يظهر لبرا أمويل في صقف الولايات المتحدة الأمريكية بعزمتها بألفان وثمانة لما وععت الأزمة حددت نسبة ثقوف السحبات تحددت نحن ما حددنا نحن عنا المشكلة كان وهون اللوم وعلامة الاستفهام على النواب أنه اليوم ركدين قروا كابتل كونترول ليش ما عملوا واش بيتهم هؤلاء النواب واجتمعوا تحت قبة البرلمان بي تشرين 2019 وأتصارت الأزمة وقالوا أنه في سقف معين للسحبات تمكن ما كنا وصلنا للأزمة الاقتصادية لأن المالي اللي صار اليوم لو أن عملت أنا برأيي الخطة الاقتصادية لقدمها دروت رئيس حسان دياء ومعالي وزير المالية وقتها سديني ما كنا وصلنا لله وصلنا لله أنا حسب بقراءة الخطة رغم أنه فيها كتير أشياء أنا تأتي بسوة تتعدد ولكن الهيرقات اللي كان محطوط بنسبه تناسبة على الأرقام ما كان وصل الهيرقات لسبعين منين بالمئة على معطرين والنفذين هربوا مصرياتهم كان الكل لحوا الهيرقات كابتال كنترول كان نظم الصحبات والتهريب لبرة وكان أضع على التناسبية والطريقة الخاطئة بالتعاطي مع المال ومع النقد اللي دين وما كنا نهار سعر سألف الدولار وما كنا وصلنا هلأ لهون وهذا كله صراحة نتيجة التقييم الخاطئ من قبر رجال السلطة بالبلد لعملية الكابتال كنترول والهيرقات بكل بساطة صلنا هلأ لهون هلأ خلينا نحكي بالمرحلة اللي بدأت يجي أنه بالنهي وصلنا وإعنامت المبهول كيف نقدر نرجع نوقف على أجرينا نقدر نبلش من الصفر أو تحت الصفر يمكن نصلنا ما بعرف بس المهم من نقدر نجرع نتنفس مع احترامنا نواب الأمة أنا بقل لهم إذا بتسمعوا رأيي اقتصادي هيدا من بتسوّت هاي قانون الكابتال كنترول هيدا في ظلم لأنه إذا عميب بنى معايير حاكم مصر في البنان الاستنسابية لاشرحتها أبل الشواء 50 ألف 50 ألف وخزة وهيدا إله وهيدا ما إله وهيدا مظلمية أنت عم تظلم أكثر من نصف وحسير في بلبلة من وراء طبعا أنت عم تظلم أكثر من نصف المودعين بالبلد اللي حاتب بالليرة اللبنانية واللي كان واثق بيجعب مرة تانية وتالت ورابعة بالحكومة وبالوزراء وبالمصارف أنتو ما حميتولوا قيمة خدرته الشرائية أنت هي مشكلة أصلا بالقانون بالطاعات أنا حاتت بقيمة تشتري لـ X Y صارت تشتري نص X بالضبط فبالتالي أنتو ما حفظتولوا قيمة مصرياته فبيحقلوا طالبكم بالقانون وحق والمواطن اللي عم يسمعني اللي حاطب بالليرة اللبنانية أنه ما يقبل يخدهم مثل قيمتهم بالليرة اللبنانية يزم يرفع الصوت بيقول لي كيف بدك ترفع عم يخدو لك حقها ياخد قيمتهم بالنهار اللي حطهم بدي أعمل حال اللي ما بعرف شو هي الطريقة بها تنعمل ما هو اسم الله على الطريقة اللي عم تنعمل فيه يقدر يقعد يعمل اجتمع جديد وبلاقي حال ما تخافي إذا بده يلاقي حال أنا متأكد إذا بصير في حكومة يهواها حاكم مصري في لبنان وبيمشي ب فلكة حتشوف تعميم مفاجئة عكسية حسول في الملجاني يعني كله بالسياسة طبعا كله مرده العرقل اللي عم بتصير بإطار مرتبط بالملف الحكومي المنتظر اللي هو طبعا كلنا عم نشوف كيف عم تصير بالتأكيد لو تشكلت حكومة حلا بكل بساطة حتى أكون واضح أنا مني ولا ما فريق سياسي أنا مع أنه عم بحكي بعيدة نقطة أنا أهي أنا مش عم بحكي أكيد ماني ولا ما فريق سياسي اللي كله عم بيشور في مدينة انتقاطه على الحكومة لو فانا انتفقوا على تشكيل حكومة بالتأكيد كان بسهل عمل حاكم مصر في لبنان بأمر ما حتى أكون واضح أنا عم بنتقدت حاكم مصر في لبنان بس بما يخص الأمور النقدية أنا عم بنتقدت تعميم كتعميم ليش عملت استنسابية ليش فصلت أنا ليه في صيف وشتة تحساب ليش ليش عم بكون عادل مع كل المودعين بعرف انه فيه سياسيين بالبلد اخذوا مجموعة من المصار وصرفوه عدن العام وعديون يورو بونس وهدرت وفساد انا مسلم معكم ومش عمون انت مسؤول عنهم انا عمون انت مسؤول عن تعميمك الاخير انك ما حامات كل المودعين انت عمونت استنسابية واضحة استنسابية خطيرة انت فصلت بين اموال المودعين هذا عمر خاطئ جدا بس كمان دكتور ممكن هون تفكير بهذا الاطار 17 عشرين كنت عم تقول لي ماذا ارتكز حاكم مصرف لبنان على هالتاريخ ما بيقول له ياخد مفصل بهذا الاطار بس ممكن هيدا التاريخ كان هو السبب باطار معلومة يعني وقتا صارت هالفوضى وخوف والخضة المالية الناس ركضت بدأت تحصل اللي عندها يعني نوع من معلومة حق الناس حق الناس عفل عفل من كان عفل بدي رجع ماك للنقد لا لا بدي فصل نقديا هلأ لوهو ايجا قال لي كل اللي جابوا فرش دولار وحطوهن فرش دولار من بريد لبنان بالدولار بتضعطيهم دولار بسكت بس لش اللي بيشتغلوا باللبنان شو كنوا طلعوا باللبنان وكانت تحولون للدولار لش هاي اسم هاي اسم يعني اللي حول قبل 17 عشرين هل هو كان حامل دولار وحطهم دولار بالتأكيد لا يا أما كان موظف يا كان يشتغل في لبنان يا كان تاجر في لبنان يعني هون مظلوم المقترب يا اللي جاب مصرياتهم من بره وحطهم بالبنوك دولار هون حجزوا جيد أنا هون ممكن كنت قوقف معلو لواخد ايدا المعيار بقول اوكي فيها جزء من العديد يجيب دولارات يجيب دولارات يقولون دولارات بس اللي اللي حول قبل واللي حول بعد هون مشكلتي أنا واسموه ما في يعرف انت بي لو بيعمل دراسة ستة الاف سنة لا لا بتناعرف ما بينعرف بالزبط بالتفصيل ما في عرف بدقة اذا محولوا بره حتى منجو يمكن فرحب منجو وحط دولار يمكن حتى حولوا من بره وحطهم دولار لا هذا ما فيك يتعرفي يمكن واحد اشتغل بالدولار وحطهم دولار بيقبوا بالدولار لا مال عليها صعب بس مينعرف اذا المصرف حول لبنان جيد اذا صرف تحويل المصرف من مصرف لمصرف ولكن الفكرة بدي اوصلها هي الاستنسبية انا ضدها انا عم انتقد التعميم مش عم حملوا هالتعميم هو كل الازمة الاقتصادية حتى تكون واضح اوكي انا عم حملوا لحاكم مصرف لبنان ومش بس لحاكم مصرف لبنان للمجلس المركزي من مصرف لبنان ولجمعية المصارف لكن لما تعاطر الشأن النقدي عم حملوا اسباب الاخفاق النقدي القاتل وعم حملوا سرقة اموال المودعين انه هن مسؤولين عن حمايتها بتقول لي بش انا اخدت هن اخدوها بش مشكلتي انا قمواطن مانا مشكلتي انا مشكلتي مع خلالك اللي خيان اعمل تديق جنائي ونشوف مانا اخدوها المصريات لح تعالى كيف يطالبو لا بدك تديق جنائي تعمل ولا بدك تعمل الاستنسبية هذا عمر خاطئ بخلاصة الكلام حتى ما يدهمنا الوقت هذا التعميم هو فقط لذر الرماد في العيون هذا التعميم هو ابريب بنج للمواطن اللبناني ما بيمشي برأيك حيمشي بالتأكيد حتى لو مش التعميم كابتر قنطول موضوع اخر ما بشوف مش مرتبطين ببعضهم مش للخطيرة مش للخطيرة اللي انا شفتها انه كابتر قنطول تبنى التعميم صح ما شفت بحقيقة البلب بالعالم بيصدر تعميم عن حاكم مصرف بيجي كابتر قنطول بالاجنمالية بيتبنى انت مالك عليها انت بتتحط من قدر شفافي وحقيقية انت وانت كان نائب نائب عن الام كلها مش نائب عن المصارف بس والمصرفيين ومصرف لبنان انت نائب عن الشعب هدع موجود للكل انت نائب عن الشعب الشعب اللي خسر مصرياته الشعب اللي عمله هرقات الشعب عم يدفع ضريبة الشعب اللي خسر دايما هي بتجع نقطة لتقسيم الخسائر دايما بربنان بدن كل الزعمة اللي لدينا وكل المسؤولين عن الملفات بالبلغ بدن يحملوا بفقط المواطن كل الخسارة بكل الميلات ما بدوا يدخلوا اي نوع من تقسيم الخسائر مصارقون سنتين من لما بلشت الازمة تقريبا عم بتدفع المواطن كل الخسار وهلأ باقي بمستمرين بنفس العنجهية والأصعب من هيك الكذب العلني إنه فيه كذب في الشفافية بالتعاطي هيدا منه أمر حقيقي هيدا التعميم أنا برأيه هو فاشل هو تعميم أبدا منه عادل بالعكس هيخلق أكثر قلة ثقة في القطاع المصرفي وحيزيد الأزم سوء لأنه أنا متضرر من هيدا التعميم كتير وحتى المستفيدوها فعليها من استفاد إلا بعد الحسابات الصغيرة لاخد تشوية فرش دولار أما اللي عنده مبالغ يحسب المزوضة بيطلع قصران كتير لأنه حجز له عكل مصرياته البارية حجز له كل مصرياته حسب له إزالت معك مليون دولار أملك 50 ألف فاس و 950 إنساهم يعني برأيك لازم تكون تدرجية طبعا اللي عنده 10 تلاف غير اللي عنده مليون غير اللي عنده مليون بلازم تكون تدرجيا وتصاعديا ومش استنسابي على أنه ينعمل أيضا حل موضوع الحط بالليرة اللبنانية أنه إيمة المصريات هؤلاء عمل هيك تعميم حقيقي بيجي بإليك بلشنا بالحرور النقضية بالبلد أنا حبيت أحكي الأمور مثل ما هي عشان ما حدا يفكر أنه هيدا التعميم هو جيد وحل المشكلة أبدا هو حل لجموعة صغيرة من المودعين بشكل بسيط يمكن بيكون بمثابة البطاقة التمويلية أحسنتي مبلغ اللي كانت يندفع على البطاقة التمويلية رح يندفع على هؤلاء المودعين لحتى نشتري سكوتهم وما ينزلوا على الشارع لأنه الأزمة اللي جي هلأ أصعب حتكون والدولار إرتفاع أكتر وأزمة بالبنزين وبالدواء وبالغذاء وغلاء الأسعار فأنا عم بحاولوا يعملوا أمور خلق قني قول يجي كون صريح مع الناس قول بالدعطي بس اللي عندهم 10 ألف دولار مصاري كان ما حدا بيزعل ما حدا قني بيزعل أما تطلع تعمل له هذا الفيلم تعمل له هذا التعميم وتفصل لي بين أموال الناس أنت حد حلق حاكم على رقاب ودائع الناس اللي تعبت فيها والحبيب اللي حاطب 100 ألف دولار و200 ألف و50 ألف هتعبان فيه هتبا يسترونهم هربوا لبرة بتكتفصل بين اللي هرب والحرامي بالبلد والاستفاب من منصب وهرب من سيئته لبرة بين المواطن العادل اللي تعب بالـ 20 ألف والـ 50 ألف والـ 70 ألف والـ 100 ألف والمليون والـ 100 مليون والـ 50 مليون سواء كان بالليلة بلا تفصل حبيبي بياناتهم بشكل الأمور اللي تعاطى معك خلينا بس لأ مرة واحدة نشغل ضميرنا بهالبلد اللي انفأد أصلاً أكبر خطر انفأد الضمير عند المسؤولين عن أمنا وأماننا وحياتنا اليومية والمعيشية بس لأ مرة واحدة نفكر بشكل حقيقي ظلمتونا كتير هربتوا مسيقكم لبرة كلكم معظمكم استفدتوا وإلى الآن بأخلوا مسيقكم لبرة بأي آخر شي لما جبك ترد جزء من أموال المودعين عملت هذه الاستنسبية حرأت مجموعة من المواطنين التي بمجموعة صغيرة جداً وإحنا بجد هذه المجموعة بالتأكيد وهذا العمر بأكد أن هذا التعميم هو فاشل وغير ناجح وشأد نتائج عكسية والمرحل اللي جاء أشوف يضغط أكبر على المصارف والكتاع المصرفي وقضايا أكثر على مصرف لبنان وأنا من أحد الناس إذا هذا التعميم إذا بيدر مصطحتي أنا حارف عدائي وعلى مصرف لبنان وعلى المصارف ما حيكون برأيك في مجموعة الكل لازم يحاول في جمعية المودعين صح في جمعية المودعين ووجرها تحية وعم يشتغلوا وأنا ماني منتسب لقلهم ولكن بحضرهم وبشوفهم ووجر تحية لقلهم جميعا وعم بقدموا شغل حلو وعم بحاولوا هني كناس متطوعين لخبمتها للناس لازم الكل يكون إيد وحدة الكل يتجمع الكل يكون مع بعضه هلأ بلشت المعركة بين حقك كمودع وبين الظالم والحرامي والفسد اللي أخذلك مصري تقون صار عم بدأ بيقوتك اليومي وبحياتك اليومي وبطلت قصة استنسابية بس على مجموعة محددة الكل مضرر اللي أخذ التعميم للنسبة ركبا منه شرحت كيف تضرره والما أخذش التعميم مضرر أكثر ما حيكون في سكوت الحلوة التوجه للقضاء للنظام وأنا شخصيا بدأ الكل لنظر مدد التعميم أنه يعمل دعاوة على الاحتياط النقد في مصر في لبنان وعلى مصر في لبنان وعلى المصارف أو على المصارف اللي هي قدت له حقه المرحلة نحن تابعين معك دكتور جباعي إلى حين أكيد القاء السيد نصد الله كلمته لمناسب 30 سنة على المنار رح أستفيد من هالوقت رح لمسألة الدعم هالموضوع اللي كل فترة والتانية شهر شهرين جمعة جمعتين في رفع على الدعم ولازلنا لم يتخذ هذا القرار الرسمي ربما لأن حكومة تصريف الحمير ما بدأت تتحمل وربما لا تشكل الحكومة لأن حكومة رئيس مكلف لا يريد شرب هذا الكأس بس الواقع على الأرض يرفع دعم ولا لا بس الحقيقة شو هي بالضبط يعني بنزين عم تقدر تعبب السعر الرسمي غراد عم تقدر تجيب غراد بالدعم يعني رفع الدعم ينوا ويرايحونا وخلينا نمشي على الأساس الدلار أدي بعده بالمصرف أدي بعده الدلار الف وخمسة الف وخمسة الف وخمسة مئة وعشرين الف وخمسة وسبعة عشر سبعة عشر هل هو الدلار الف وخمسة هديش بالحقيقة بالسوق نفس الشي تنقي البنزين بعد أم صهر ربع عربعين هلا فينا سفيع بحطات أوادم لا لا حرام نحن مش عامل بس هنا الأوقت مش موجود مش استغلال للأماني في أصحاب محطات قوادم وعم بيعبوا للناس. واقتار. واقتاروا بس في مجموعة جبيرة عم ببيعك التنكي بمئة الف صارت. الدواء موجود طالما مصر في المركز حسب ما قال الف ومئتان واثنين وثلاثين. يعني مليار ومئتان واثنين وثلاثين مليون دولار لو صار داعم لهلأ الادوية بخمس تشور. اكتر من السنة الماضية كلها اللي كانت مليار ومئة وثلاثة سبعين مليون. اذا فيه دواء مخبه بشيك. حق الدواء خمسة بس حقه سوء السوداء عشرين وثلاثين واربعين. نفس الطريقة اللي عثارب بالدولار عم بتصير اليوم بالبنزين وبالدواء وبالطهن. يعني ما في رفع عالني للدعم. ما هيلا عم نقول. ما هيسترجو يجي يقوله نحنا رفعنا الدعم. بس مش احسن لي نقال. ما بدني نقوله. كيف يقوله. على قليل بتضبط الاسعاد. على قليل بتعرف بقيمة الدولار مش الدولار بيكون خمسةاش بيتفع السعر بينزل لطنعش ببينزل السعر. استاذي نتعلي. بتايفش يعني انت رفع الدعم. فيش هي نصف كده كلمة رفع الدعم شغلة سهلة. الى الان ما زال الموانطن اللبناني عم يشرف اكتر من نص حاجاته عالدعم. تحشرح لك. كهربا. كهربا. اشتراك الكهربا. عشان لعنا اثنان. فطورة التليفون. قردك اللي بالبانك. قرد الاسكام مثلا. انا معي. ليش ازا رفع الدعم بقارد الاسكام تغير سعره. كله بيتغير. كله بيتغير. هلأ اوكي شو ادي. هي دا كونتران مضى. مش عزاوهم يعني. تبيني بقارد الاسكام. بديش يرتفع سعر فطورة الهاتف. ايه. فطورة الاشتراك القربة. هلأ فطورة فطورة نارية اربعمائة الاف اشترشار الخمسة امبير اساسا. بالحد الادنم. هلأ. هلأ. مقر بسي فطورة الخمسة مليون. طيب. فطورة الكهرباء. فطورة الاشتراك. فطورة التليفون. طيب اقول لك. المحروقات. البنزين. الدواء. مشهورين. هي زيتا يا. نحنا احنا هي زيتا شوية. ايش. اذا نحنا عم ندور بحركة مفرغة. هلأ بك سألتيني انت موضوع الدعم. بلك الدعم. كل عمينفود ايدو من موضوع في الدعم. ما حدا مسترجي يقول لللبنانيين. نحنا رفعنا الدعم. رح يقلوا مواطن اللبناني عايش. مزلوعة على محطارة البنزين. عم بيدور على الدواء. عم يتخان. او الشاطر بشاطرته. اللي بدبر تنكي باربعين او بخمسين او بسبعين او بمية. حسب قدراته. يعني ليه ما هو مصاري. بليك ليه بدوه في الصف انا. بتصله بجيب مئة الف عب ببنزين مسلا. عم بتصير. بش عم بتصير. عم بتصير. اللي عنده بدو دواء معين. مش عادل يشتر. بطوه وحقه عشتر. بليك جيب ليها بخمسين او بفتح تاني. عم بتصير. للأسف الشي ده تحول. تحول لبنان. شوطيه لك ازا مرة برجع بعيدة على كاشي كونوميكس. حامل المال والنقد. وهو بيقدر يعيش. هيدا اللي مش موجود بقى بالعالم. بالضبط. بالضبط. اللي بتحول كله لكتصاد رقمي وكتصاد تقاني. اللي لبنان. اللي بلبنان شعنا للورق. للورق اللي يبو كان من مئة سنة بلبنان. بالأسف. حامل النقد هو بيسيطر. لمو مصاري بيسيطر. المواطن المهطر او الموظف او اللي ما عنده لحول ولا قوة. واللي ما عنده علاقات واتصالات بوزراء ونواب ونفزين. ما بيقدر يحصل على شيء بالبلد. هن ما حيرفعوا الدعم. خلي كل يسمعني. ما حيكون في قرار جريع عند حدا يتلا يقول نحن رفعنا الدعم عن البنزين. بس حيقطر البنزين بالقطارة. والمزوب بالقطارة. متن ما عم نشوف طوابير سيارات. قلت حكي احكيته انا من زمان. وعم بيصير هلأ. بالحرفية احكيته. قلت حيصير واحد تان ثلاثة. قلت حنوصل لمرحلة. لما يصير في كاش من تبعيته السلبية. حتى صاحب الكاش ما حيقول له تلعيش مرتاح. انه ما حيلاقي كل السلع. موجودة. ما في. هذا الشي حيكون له مخاطر. الكوارث الاجتماعية نعطيتنا للأسف. هلأ. خليني بس اعطيك باستغل شوي الوقت. هل هناك امل بعض ما كليش يحكيته. يبقى الامل. يبقى الامل. يبقى الامل انه في مبادرات عم بيكون هناك ملف تشكيل الحكومي. اوكي. هذه المبادرة نتمنى توصل لنا نتيجة مبادرة دروت الرئيس. يعني عندنا هلأ اخذ اسبوع. اه هو دروت رئيس هذا اخر اسبوع. من بعده فيه كلام اخر واي لا اخره. نشوف شو كمان الكلام الاخر اللي بدي يكون. صح. في عنا اسبوع حاسن. هذا الاسبوع هوي كان اخر اسبوع. اخذته تقريبا سنة. هذا خلال موجه للجميع بمحبة. اخذته سنة. الشعب شفته منصار. حاكم مصر فينا عم يتحكم برقابنا والمصارف النقدية. الطجار والمحروقات عم يتحكموا فينا بالسوق. مواد الغذائية اصعار نار والعالم ميت الجوع. وبعدين لو مننا نروح. لا امتى هذا التراخي. لا امتى هذا الامر. سواء كانت العقدي. انا برأيي هي منه عقدي فقط داخلية. قد تكون ايضا خارجية. اللي عنده عقدي خارجية يحاول انه اما يلتف علىها او يدور الزوايا معها. اللي عنده عقدي داخلية بيستقل كمان لبناني بيستحق انه نضحي كرماله. طيب وزير من هون او او مصلحة من هون. او مور من هون. لانه نحنا عادي السنة مفصلية. اذا احنا مشكلنا حكومة. والصورة اللي قلناها. وتعاميم عشوائية. وبكرة هيك تصوفي مشاكل بالنصارف. بكرة يمكن تشوفي مودة نزل على البنك عامل مشكلة بالضموصياته. كنا نشوفه قبل. هلا هتشوفي مرتين. لانه بس يلاقي انه فلان اللي قبله بجمعة محاول المصارف وعمل ياخد دولار. هو مش عام ياخد حيسكت. ما حيسكت. واللي بالليرة. لما كان عالتها تلاف وتسامية والف وخمسة كان عام بيقول لك اوكي. بس من الف وخمسة الى اتناشة الف. يعني انفجار اجتماعي. يعني انفجار اجتماعي. يعني هذا التعميم هو سيفجر الوضع بالمصارف. وانا ما عم بتغلى هيدا الامر حتى حدا ما يفكر انا احرد. هيدا حقيقة هتصير. انه امر طبيعي. كل حدا ان ظلم ما يدى التعميم. هيروح للمشكل. كل حدا ان ظلوم. هلا بتشوف الناس ساكت بعدها ولادي. بس لا انت. لا انت. هيجي يوم وتنفجر الناس. يا جماعة لازم نشكل الحكومة سريعا. هلا بيجي بيلي حدا. هل تشكيل الحكومة بيحل كل المشاكل ابدا. ولكن تشكيل الحكومة بيعطي نوع من الاستقرار. علميا اقتصاديا شو بيصير يعني عالدا بنقال انه الاقتصاد مرتبط بالسياسة. بس. هل حكي علميا مش بس نظريات سياسة. علميا مجرد بتتشكي الحكومة. الاسواق بتاخد شوي الثقة. الطلب على الدولار بالسوق شوي بخف. نفسية الشغل يعني. باش نفسية. عمليا ليش عمليا. انت بالنهاية لما تقولي في جو سياسة بينحكي عن انت بفاوضاء بما ساندون قد الدولي. بينحكي انه بيصور في سياسات اصلاحية. هيدا بينعكس على الاسواق. بيعطي نوع من الطمأنينة. الطلب اول شي بالدولار على الدولار شوي بخف. اللي موعه ليرا بصور. اللي موعه دولاري يكن يليك انا ببيع هلا احنا من ينزل الدولار بعد فترة. بزيد الطلب على هيدا اللي كان يصير. هيدا اللي كان الشوت اللي كان يدحو من عشرة لخمستاش وكان سياسة. كان يطلع رئيس الحديدي يوقف ويقول نحنا نتائج ايجابية. يكون الدولار بخمستاش تلمية بالليارة بعشرة. واللي صار وقت التكليف. ايه. انه نزل كان. كان بعشرة. وقال لما كان بخمستاش نزل لالعشرة. صح. ولما رجع طالع انا اه مزعوج من القاعدة. هون بينحكى انه اه لابه سياسية عم تعمل. ايه لاب كيف? ايه لابه كيف? ايه. انش يعني انه انجر هي واقع اقتصادي. هلنشعلك شان لابه السياسي. تبين. لابه السياسية لما الناس تحس انه بيصور في حكومة تلقائيا كل اللي حاموا دولار بيبيعوا بيخاف ينزل الدولار تحت فهو بيزل فعليا ولما يلاقي انه ما في امل بروح بيقد يشتر دولار عشان يبيعه بساعد اغلى يربح فيه شو عم بصير بيرتفى اذا اللعبة السياسية بتأثرت تلقائيا انا هل اعمل لك تتشكل حكومة دولار بتضبيه بعشر تلاف تلقائيا صار حلم نعاش تلاف بيزل عشرة من بعد العشرة لك وين صارنا مش هلل نلأ خلينا نكمل صارنا عم نحكي بساقف عشرة تلاف بيبقى تلقائيا الحاكم من السياسة النقدية عافيها لشو عم تعمل ولو ما بكرة بيتعودوا بس لأها المرة بعد اخر تعامل ما حدا حيتعود ما حدا يتطمن يعني نرجع لموضوعنا عشرة تلاف تجي الحكومة فيه اصلاحات اقتصادية حقيقية بملف السياسة الاقتصادية بالبلد اصلاحات بقطاعات معينة فيها هدل وفيها انفاق سلبي اصلاح بقطاعات كل الكطاعات ما دون ما سمي ايه كطاعات قهربة وهدل وتغرب ضريبة هدل بعد ثقة اخرى منحاول نصلح شوي بالسياسات النقدية مع بعض المساعدات او بعض الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي ودخول اموالي للخارج مع اصدار قانون تبه على اساسي بيان نظر بالاموال المهربة قبل وبعد 17 تشريب عشان ما نندقق من ظهر مصرياته لانه مش محصل تكون لانه في معلومات قبل ب4 و5 هيدا التعميم احسنتي بدي اوصر رسالة هيدا التعميم له ابعاد تاني لحتى يقلنا المفصل 17 17 تشريين ابدا من نعرف قبل 17 تشريين شو صار من 2015 مونات الهندسات المالية لا 17 تشريين شو صار مش بس من بعد 17 تشريين تجي تلي هربت 3 و4 مليار لا بيكون موضع صغير في مليارات كتير تهربت قبل وهندسات مالية عملت ولما المصارف اتعصر بتركيا وبالعراق وبدون ما سمي المصارف وخصي تحضر لك دعمتها وهندستها بمليارات الدولارات وحرمت المواطن والمودع منها وتدهر المصارف هذا موضوع اخر هذا لدي نجع لورا تديق بدي نجع لأهونيك تديق الجنايب بدي نجع لعشرين سنة لورا اصلا قطع لحساب 2018 رجع لعشرين سنة لورا اذا انا بدي بماشا ما بدي نجع لورا كتير فبالتالي لا ابدا 17 تشريين هون بدي نجع ضوع نقطة لما اصدت انه ليش عم اعتمد 17 تشريين حتى ينسي العالم كله شو صار ابل 17 تشريين لا حبيبي يعني الثورة هي اللي هزت لا مش الثورة هي اللي هزت وعن جب كانت اللي رب الف خير وصارت الثورة وخربت الدني لانه في البعض الناس مقتنعين هاك لما انت نهاية بعتزل منه ما عنده اي خبرة الملف النقدي والاتصادي ما في بلدي منهار اتصاديا بيوم وليلي هذا سنين تراقم سنوات صارت واخطاء وفساده وهدر واخطاء نقديه وسياسيه وماليه اذا 17 تشريين بيش هو المفصل كنت عم مكمل بالاصلحات اللي ممكن تصير اذا احنا بتنشاء اصلاحات معين ايه ممكن ينضب سعر صرف الدولار ممكن تحل الازمة ولكن انها تحل كل الازمة بالتأكيد لا يمكن بلاش